موسيقى أهلا بكم أعزائي الطلبة إلى شرح مبحث الفيزياء للصف الثاني عشر العلمي وموقف تعليم الجديد بعنوان فرق الجهد بين نقطتين في دارة كهربائية متوقع منك عزائي الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكون قادرا على أن تشتاق قانون لحساب فرق الجهد بين نقطتين في دارة كهربائية وثانيا تحسب فرق الجهد بين نقطتين في دارة كهربائية فرق الجهد بين نقطتين في دارة كهربائية لمرور الطيارة الكهربائية يجب أن يكون هناك فرق في الجهد في الدارة الكهربائية كما أسلفنا سابقا يمكن حساب فرق الجهد بين نقطتين مثل A و B في دارة كهربائية من خلال العلاقة جهد النقطة الابتدائية A زائد مجموعة تغيرات في الجهد حول النقطة A B يساوي جهد النقطة النهائية B من خلال ذلك يمكن ملاحظة أن V A هي جهد النقطة التي تبدأ عندها الحركة أما V B فهي جهد النقطة التي تنتهي عندها الحركة أو المصار وأخيرا مجموعة دلتا V هي مجموعة تغيرات في الجهد الحارثة بين النقطتين A و B في الدارة أو جزء من الدارة من خلال هذه المعادلة يمكن الوصول للعلاقة التالية V A ناقص V B يساوي سالب مجموعة التغيرات بين النقطتين A و B إذن فرق الجهد A B بين النقطتين A B يساوي سالب مجموعة التغيرات في الجهد بين النقطتين A B حيث أن V A B هو V A ناقص V B و دلتا V A B يساوي V B ناقص V A فرق الجهد بين النقطتين في دارة كهربائية كما تعلمنا فأنه يساوي سالب مجموعة التغيرات في الجهد بين النقطتين A B لكن كيف نحسب مجموعة التغيرات في الجهد حول النقطتين A B هناك قاعدتان إذا كان في المقاومات أو إذا كانت في البطاريات ويمكن هنا الملاحظة بأن اتجاه العبور من منطقة الجهد العالي لمنطقة الجهد المنخفض يكون التغير في الجهد سالبا أما عند الانتقال من منطقة الجهد منخفض لمنطقة الجهد عالي فإن التغير في الجهد يكون قيمة موجبة كما نلاحظ هنا وأيضا في البطاريات ملاحظات يمكن حساب القدرة الداخل بين النقطتين في دارة من خلال العلاقة A مضروب في فرق الجهد V A B بحيث أن فرق الجهد V A B يحسب من جهة دخول التيار في الدارة أو جزء من الدارة بالإضافة إلى القدرة الداخلة من خلال البطارية A مضروب في إبسلوم مع الطيار أما لحساب القدرة المستنفدة أو المستهلكة بين النقطتين نستخدم القانون مجموع A تربيع مضروب في R بين A B بالإضافة إلى A مضروب في مجموع إبسلوم التي يكون تجاه سهب القوى الدافع الكهربائية لها عكس تجاه الطيار الكهربائي حساب فرق الجهد بين النقطتين في دارة كهربائية مثال أول في الدارة الكهربائية المجاورة احسب شدة التيار الكهربائي المار في الدارة ثانيا فرق الجهد بين النقطتين A و B أو V A B يمكن من خلال المراقبة لهذه الدارة نلاحظ أنها تتكون من مكونات تتصل معا على التوالي وهنا يمكن استخدام معادلة الدارة البسيطة الطيار الكهربائي يكون خارجا من البطارية ذات القوى الدافع الكهربائية الأكبر من 12 فولت وبالتالي فإن قيمتها موجبة أما البطارية 9 فولت فنعوضها في معادلة الدارة بسيطة سالبة لأن تجاه سهم القوى الدافع الكهربائية كهربائية لها عكس تجاه الطيار الإفتراضي إذن الطيار يكون مجموعة الإبسلوم على مجموع R 12 ناقص 9 على مجموعة المقاومات والتي هي على التوالي مجموعها 24 وبالتالي فإن شدة الطيار الكهربائي المار في الدارة هو 0.125 لحساب فرق الجهد بين النقطتين AB نستخدم قانون حساب فرق الجهد بين النقطتين مع مراعاة الإشارة السالبة والموجبة للتغيرات في الجهد حسب اتجاه العبور واتجاه الطيار الكهربائي بالتالي فرق الجهد بين النقطتين VAB يساوي سالب مجموعة تغيرات في الجهد بين النقطتين A و B إذن فرق الجهد بين النقطتين AB يساوي سالب من القانون والآن نحسب الطيارات في الجهد في كل مقاومة من المقاومات نلاحظ في المقاومة الأولى والتي مقدارها 10 أوم شدة الطيار الكهربائي المار فيها يكون مع اتجاه المصار أو اتجاه العبور بين النقطة A و B وبالتالي فإن إشارتها سالبة 0.525 وهو مقدار الطيار مضروف في مقدارها اللي هي 10 عند التحرك والوصول البطارية 9 فولت فإن اتجاه سهم القوة الدفعة الكهربائية بعكس اتجاه العبور فتعوض قيمة سالبة سالب 9 نصل إلى المقاومة 5 أوم وأيضا تعوض بالإشارة السالبة طيار مضروف في المقاومة بالإضافة إلى البطارية المقاومة 6 أوم وأيضا زائد سالب 0.125 ضرب 6 فنصل عند النقطة B هنا عزيز الطالب يمكن ملاحظة تالي أنه يمكن حساب فرق الجهد بين النقطتين A و B عن طريق المصار الآخر هذا المصار حيث أن الجهد الكهربائي لا يعتمد على المصار ويكون له نفس المقدار المثال الثاني يمثل الشكل الآتي جزءا من دارة كهربائية شدة الطيار الكهربائي المار فيها 3 أمبير احسب A فرق الجهد بين النقطتين A و B ثانيا القدرة المستنفدة بين النقطتين A و B وأخيرا القدرة الداخلة بين النقطتين A و B شدة الطيار الكهربائي معلومة والعناصر بين النقطتين A و B كلها معلومة وبالتالي يمكن حساب فرق الجهد مباشرة عن طريق القانون فرق الجهد بين النقطتين يساوي سالب مجموعة التغيرات مع مراعاة الإشارة السالبة والموجبة عند المرور في المقاومات والبطاريات وبالتالي فإن فرق الجهد بين النقطتين يساوي سالب مضروب عند العبور في المقاومة 2 أم فإن اتجاه العبور بنفس اتجاه الطيار فتعوض بالقيمة السالبة سالب ثلاث مضروب في خمسة هنا بطارية اتجاه العبور بنفس اتجاه سهم القوة الدافعة الكهربائية فإنها تعوض قيمة موجبة وآخر المقاومات اللي هي نصف وواحد ونصف وقوة الدافعة الكهربائية أربعة وبالتالي فإن فرق الجهد بين النقطتين باب يساوي 11 فولت ثانيا القدرة المستنفذة بين النقطتين سابقا تعرفنا على قانون حساب القدرة المستنفذة بين النقطتين في جزء من الضارة وبالتالي فنبهو تعويض القانون مجموع آي تربيع مضروب في المقاومة بين A وB بالإضافة إلى الطيار مضروب في القوة الدافعة التي يكون لها اتجاه القوة الدافعة سهم القوة الدافعة عكس اتجاه الطيار نلاحظ هنا أن الطيار الكهربائي آي ساوي ثلاث أمبير اتجاه بعكس اتجاه القوة الدافعة والتي مقدارها أربعة فولت إذن بإجراء التعويض للمقاومات كل على حدة وأيضا للقوة الدافعة الكهربائية أربعة مضروبة في ثلاث فإن القدرة المستنفذة تساوي 48 واط أخيرا القدرة الداخلة بين النقطتين A وB يمكن حساب القدرة الداخلة بين النقطتين من خلال العلاقة القدرة الداخلة تساوي الطيار مضروب في فرق الجهد بين النقطتين A وB مضاف إليها الطيار مضروب في إبسلوم مع اتجاه الطيار الكهربائي والتي هي في هذه الحالة نلاحظ أنها 5 فولت بإجراء التعويض ونلاحظ أن VAB حسبنا من المطلوب A 11 فولت فإن القدرة الداخلة تساوي 48 واط نلاحظ هنا أن القدرة المستنفذة في هذا جزء من الدارة يساوي القدرة الداخلة فيه المثال الثالث يبين الشكل المجاور جزءا من دارة كهربائية إذا علمت أن القدرة المستنفذة في الفرع A إلى B والذي يمر فيه تيار كهربائي شدته A 3 أمبير من A إلى B تساوي 210 واط إذن من المثال نلاحظ أن القدرة المستنفذة معطاة وتساوي 210 واط بإهمال المقاومات الداخلية للبطاريات احسب القوة الدافعة المجهولة التي هي إبسلوم فرق الجهد بين النقطين A وB وأخيرا القدرة الداخلة بين النقطين A وB يمكن حساب القوة الدافعة الكهربائية المجهولة إبسلوم من خلال التتبع لهذا جزء من الدارة نلاحظ أن الطيار الكهربائي I ساوي 3 أمبير اتجاهه بعكس اتجاه سهم القوة الدافعة الكهربائية إبسلوم وبالتالي فهذه يكون لها قدرة مستنفدة في الضارة ومن خلال المعطيات نلاحظ أن القدرة المستنفدة في الفرع 210 واط فمن خلال هذه يمكن حساب القوى الدافعة الكهربائية إبسلوم وبالتالي P-OUT أو القدرة المستنفدة تساوي I تربيع في مجموعة I تربيع في R بين النقطتين زائد الطيار مضروب في إبسلوم عكس اتجاه الطيار الكهربائي والتي في هذه الحالة هي إبسلوم لأن 30 فولت هذه البطارية سهم القوى الدافعة الكهربائية لها بنفس اتجاه الطيار وبالتالي تحسب من خلال القدرة الداخلة إذن 210 واط هي القدرة المستنفدة تساوي 3 تربيع هي مقدار الطيار مضروب في مجموعة المقاومات التي على التوالي 6 زائد 4 زائد 10 ساوي 20 اوم زائد الطيار 3 مضروب في القوى الدافعة عكس اتجاه الطيار والتي قيمتها إبسلوم مجهولة بإجراء التعويض فإن قيمة القوى الدافعة الكهربائية إبسلوم ساوي 10 فولت المطلوب الثاني هو حساب فرق الجهد بين النقطتين A و B كل العناصر الآن معلومة يمكن حساب فرق الجهد بين النقطتين A و B باستخدام القانون فرق الجهد بين النقطتين A و B يساوي سالب مجموعة التغيرات في الجهد بين A و B التحرك من A إلى B والأخذ بين الاعتبار قيمة الموجبة والسالبة حسب اتجاه العبور واتجاه الطيار الكهربائي في العناصر سواء المبطارية أو المقاومات فإن فرق الجهد V A و B يساوي 40 فولت أخيرا لحساب القدرة الداخلة بين النقطتين A و B نستخدم أيضا العلاقة V A بالساوي I مضروب في فرق الجهد بين النقطتين A و B بالإضافة إلى I مضروب في البطاريات التي يكون اتجاه سهب القوى الدافعة لها مع اتجاه الطيار إذن الطيار 30 فرق الجهد من المطلوب الثاني 40 فولت زائد الطيار 30 مضروب في القوى الدافعة 30 والتي سهم القوى الدافعة الكهربائية لها مع نفس اتجاه الطيار الكهربائي وإجراء التعويض فإن القدرة الداخلة PN 212 واط هنا يمكن الملاحظة بأن القدرة الداخلة في حلقة مغلقة أو دارة مغلقة تساوي الطيار مضروب في مجموع إبسلوم أما في جزء من دارة فإن PN فإنه يساوي I مضروب في فرق الجهد بين النقطتين A و B بالإضافة إلى الطيار مضروب في مجموع إبسلوم مع اتجاه الطيار أما القدرة المستنفدة فإنها لها نفس القانون سواء في الدارة المغلقة أو في جزء من دارة وصلنا عزيز الطالب إلى نهاية الموقف التعليمي ولكن هناك مهمة تعلمية بانتظار الإجابة عنها السؤال الأول يمثل الشكل التالي جزء من دارة كهربائية إذا كان فرق الجهد بين نقطتين A B و V A B يساوي 5 فولت والقدرة المستهلكة في البطارية E أبسلوم 2 تساوي 0.25 واط احسب ألف قراءة الأميتر A B مقدار مقاومة جهولة R السؤال الثاني في الشكل المجاور جزء من دارة كهربائية معتمدا على بيانات الشكل احسب فرق الجهد بين نقطتين C و D V C D ثانيا القوة الدافعة الكهربائية E أبسلوم المجهولة إلى هنا ينتهي الموقف التعليمي على أمل اللقاء بكم موقف تعليمي آخر مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة